أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائنا المستمعين ونحييكم من الأمانة العامة لمجلس الشورى والذي يعقد جلسته السادسة في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس اليوم الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس حيث يمكنك عزيز المستمع متابعة مجريات الجلسة عبر قناة المجلس على اليوتيوب بحرين شورى كونسل أحييكم أنا صادق الحلواتي من قسم الإعلام والتواصل بالمجلس وإليكم أبرز ما سيدور في جلسة اليوم يناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير لجنة الراد على الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى تفضل جلالته بافتتاح أعمال دور الإنعقاد العادية الثاني من الفصل التشريعي السادس حيث من المقرر أن تستعرض اللجنة اليوم مشروع الراد على الخطاب السامي الذي يتضمن تعقيب مجلس الشورى على مضامين الخطاب السامي والاستجابة والمتابعة لتطلعات جلالة الملك المعظم أيده الله تحقيقا للرؤى الوطنية المنشودة ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يطلعنا عليها سعادة السيد رضا عبدالله فرج عضو لجنة الراد على الخطاب الملكي السامي بسم الله الرحمن الرحيم بداية أصبح عليكم وعلى السادة المستمعين طبعا نظرا للأهمية الكبيرة التي تضعها السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب للخطاب الملكي السامي باعتباره يمثل نبراسا نستلهم منهم مسارات العمل والإنجاز للمرحلة المقبلة وهو بطبيعة الحال يرسم لنا أوجه التعاون والعمل المشترك مع الحكومة الموقرة كسلطة انفيذية بما يسهم في تعاظم وتوحيد الجهود الوطنية لمزيد من العمل والإنجاز يتضمن التقرير على مجموعة من المحاول الرئيسية التي جاءت تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي السامي وهي التي تشمل إشادة جلالة الملك المعظم بدور السلطة التشريعية وجسامة المسؤولية التي يطلع بها أعضاء السلطة التشريعية من أجل دعم مسيرة التنمية ونهوض مستويات التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنبيلية كما يتطرق الرد على توجيهات جلالة الملك المعظم بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين واهتمامنا كأعضاء في السلطة التشريعية باتخاذ اللازم من المبادرات التشريعية في إطار أدوات عملنا الدستورية بهذا الخصوص وتطرقنا أيضا إلى موضوع المساعي المشتركة التي تصب في توثيق علاقات التقارب والتكامل وتنسيق المواقف على قاعدة راسخة من الانسجام والتعاون الأخوي تحت مضلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والالتزام ممثلي مجلس الشورى في الشعب البرلمانية هذا النهج الملكي القويم وغيرها من المحاور ذات الأهمية نحن في اللجنة خاطبنا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد خلال الفترة الماضية وناقشناها في اللجنة بغية إثراء الرد ليصدر معبرا عن رأي جميع أعضاء المجلس وأنه في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فأن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس والذي سيناقش المجلس في جلسة اليوم كما يبحث المجلس تقريرا للجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة واحد من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي يهدف إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية فضعوا حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية وذلك من خلال تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية ليكون لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر عن أعمال الدورة العادية في الثالث من مارس من العام 2021 بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال وبهذا عزائنا المستمعين نختتم معكم رسالتنا من مجلس الشورى لهذا الأسبوع ونجدد دعوتنا لمتابعة جلسة اليوم عبر قناتنا على اليوتيوب بحرين شورى كونسل وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس ودمتم في رعاية الله